اشتركوا في القناة وقيمت في كاستيل ساكرات بفرنسا بمشاركة سبعين فارس وفارسة من مختلف دول العالم وذلك لمسافة مائة وعشرين كيلو مترا وعرب سموه عن خالص تهاني بهذا الانجاز الذي يضاف الى انجازات الفريق الملكي للقدرة في سباقات الخيل العالمية والأوروبية مشيدا سموه بالانجازات المشرفة للفريق الملكي في بطولة العالم والتي تأتي نتاج الدعم والاهتمام المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا سموه ان هذه الانجازات تعزز مكانة مملكة البحرين على خارطة سباقات القدرة العالمية معربا عن تهاني لفرسان دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الفوز بالمركز الاول في البطولة على المستوى الفردي وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان هذا الانجاز المتميز يؤكد على المستوى المتقدم الذي وصلت اليه رياضة سباقات الخيل والمكان المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين في بطولات سباقات القدرة العالمية متمنيا لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والفريق الملكي للقدرة كل التوفيق والنجاح لتحقيق مزيد من المنجزات الوطنية ترجمة نانسي قنقر